ما يحدث في غزة إبادة لا يمكن أن تكون أقل من إبادة وغير صحيح أن نتنياهو حربه مع حماس حربه مع الناس مع كل فلسطين طبعا هذا الذي يرحل استغل ما حدث يوم 7 أكتوبر وقدم نفسه كضحية يوم 7 أكتوبر وأخنع العالم الجاهز لتلقف الرواية التي يريد هذا العالم الظالم المنافق اللي عنده أسود وأبيض جاهز وتلقف هذه الرواية وعطاه ضوء أخضر ضوء أخضر لحملة إبادة هذه عار على البشرية ستكون عار كبير على البشرية عار على ستلاحقها على هذه المنظومة الدولية مش إحنا العرب اللي حطينا حقوق الإنسان ولا حقوق الطفل ولا سداو ولا اتفاقيات المرأة واحترام المرأة ومتهمين دائما بأنه إحنا العرب اللي جايين على المرأة مش هيك إحنا متخلفين مش هيك طبعا بيقولوا كده في الوقت مش هيك بالنسبة لها نحترم المرأة والطفل عمالة الأطفال ومتهمين وشوي بتأسزوا علينا أه طبعا إحنا تلاميذ تلاميذ راسبين في صفوف الحضارة مش هيك تفضل الحضارة كلها بتتجند وين لإبادة شعب لإبادة شعب نعم تعم وكل الحضارة بتتجند لتقف خلف من يبيد شعب دون أن تتحدث كلمة عن حقوق الإنسان هذا انكشاف كبير لكل هذه القيم الإنسانية اليوم هي اللي بتخسر الشعب الفلسطيني بدفع تاريخيا متعود الشعب الفلسطيني وعارف إنه في ثمن كبير بندفع عارف عارف مين بواجه كويس وعارف إنه بدفع ثمن كبير وعارف ومؤهل يدفع ثمن كبير وبدفع ولدي إرادة بتكفيلة مئة سنة قادمة مشوف الدم اللي في الشوارع غزة لسه عنده احتياط عنده احتياط بنغزة وبعرف غزة دفع مئة سنة قبل كده ومعندوش مشكلة ومئة سنة جاية لكن من سقط هو هذا العالم بأخلاقه بقيمه بأعرافه بقوانينه بمؤسساته الشرعية كلها اللي بتتفرج على ما يحدث اليوم سيد يوسف كنت بشوف صورة نسخة طبق الأصل 1943 حفرة جماعية كلها جثة أكفان لليهود في ألمانيا نفس الصورة الجماعية الفارق إنه هي أسود وأبيض وهي ألوان نفس الصورة 2023 1943 العالم كله بحتاج لما يحدث في أي منطقة في العالم تتذكروا أستاذ يوسف مؤكد حضرت قطيتها وانتقدت مذيع البي بي سي وهو يقول الأوكران زينة عليهم خضر كثير كثير في خمسة الاف أوكراني قتلوا في خمسمائة يوم من الحرب وفي عشرين الفلسطيني بخمسين يوم قتلوا العالم كله أثير طبعا ضد القتل حتى الأوكراني يعني حضرتك واناو ضد أي انتهات للإنساني والأوكران لا حرام يعني ومشعب وحقهم يعيشوا زي كل الشعوب زي الشعب الفلسطيني لكن يهرع العالم كله بجند والمؤسسات الدولية ومجلس الأمن محكمة دولية برفعوا قضية وكذا وعندما يتعلق الأمر بالفلسطين الفلسطيني لأنه أسود يعني مش خضر القصة قصة عدالة دولية عموما حتى ما الموضوع التهدئة أو الموضوع للناس بتتسأل عنه بالتأكيد بتها إجابات لا وأنا يهمني أنك تبقى باخد راحتك في الكلام وتعبر عن كل ترامل وقت برنامجك ترامل وقت برنامجك دا حقك علي أولا مهم يعني برنامجك